عن 86 عاما يغيب الموت الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك متأثرا بحالته الصحية المتدهورة منذ عام 2005 ورد شيراك عام 1932 وترأس قصر الإليزيه بين عامي 1995 و2007 لولايتين متتاليتين في عهده ألغيت الخدمة العسكرية الإلزامية كما خفضت فترة الرئاسة من 7 إلى 5 سنوات كما اعتمدت فرنسا العملة الأوروبية الموحدة هذا وتقلد شيراك أول منصب حكومي حين اختير وزيرا في حكومة الشارل لغول عام 1967 وكان بعمر 35 عاما وبعد عشر سنوات أصبح أول عمدة منتخب لباريس بعدما كان العمدة يعين تعيينا كما ترأس حكومة بلاده مرتين في سبعينات وثمانينات القرن الماضي ورغم انسحابه السياسي بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية عام 2005 واصل نضاله الإنساني من خلال مؤسسة شيراك الناشطة من أجل السلام ارتبط شيراك بعلاقات قوية مع العرب وكانت صداقته مع رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري من أهم تلك العلاقات التي ظل وفيا لأجلها ولهذا أثار اغتيال الحريري في شباط عام 2005 غضب الشيراك ضد نظام أسد بعدما وجهت له أصابع الاتهام في تلك القضية التي قاد الشيراك جهودا دولية من أجلها انتهت بتشكيل ما بات يعرف بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري رحل شيراك ولكن تزجل له مواقف عدة أبرزها معارضة حرب العراق فيما يذكر بعض المطالعين أن شيراك وصف في مذكراته بشار الأسد بالطاغية المغرور وأنه لم يكن كما ظهر في بداية حكم سوريا رجلا يريد الإصلاح والتغيير وهو ما دفع شيراك وقت ذاك لتكريمه بوسام جوقة الشرف الرتب الأعلى في فرنسا قبل أن تسحب باريس ذلك الوسام عام 2018 ردا على جرائمه بحق سوريين كان شيراك كما يصفه البعض آخر الزعامات التاريخية التي اشتهرت فيها فرنسا وكانت ذات ثقل دولي مؤثر قبل أن يخلفه رؤساء ينتمون إلى نمط آخر ومختلف في أدائه وثقله واهتمامه بقضايا العالم